شكرا إخواني السوريين على حسن الاستقبال والضيافة والكرم وهذا ليس بغريب على أهل الشام محدش نو منكم كده يبعث لنا دعوة ويستضيف لنا في سوريا ولا هو حلال يعني على الكابت النبي المعلول وحرم علينا يعني ولا إيه بالزبط يعني طبعا أنا بهذر معاكم بكل تأكيد ولو إني للأمانة كنت أتمنى أننا يكون حركتي وذهابي إلى كل الدول العربية أمر يسير جدا جدا كنت أتمنى أننا روح لسوريا وروح للبنان وروح للمغرب وروح للجزائر ولكن للأسف الظروف السياسية للأسف أحيانا بتتحكم فينا لدرجة كبيرة أنا طالع بدري معاكم النهاردة لإني لأمان الأمر لا يتحمل التأخير بأي حال من الأحوال المفروض أني كان في لقاء ما بين الكابت النبي المعلول وأعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم بقيالة السيد عبدالقادر كردغلي رئيس لجنة المنتخبات وشخص آخر هكلمكم عنه بعدين شخص جديد يعني إحنا عارفينه من زمان مع المنتخب السوري ولكن واضح أنه هو هيكون ليه دور مع المنتخب في الأيام المقبلة وتم الحديث في أمور كتيرة جدا جدا وطبعا كان اللقاء ما بين نبيل المعلول حوالي 24 ساعة فقط على الخطوط العربية السورية وطبعا كان اللقاء سري جدا جدا والنهاردة بإذن الله إن شاء الله هكشف لكم كل كلمة جالت جوا اللقاء ده تحديدا حوالي أربع موضوع أول مفاجأة بإذن الله هكشفها ليكم من الاجتماع السري للكابتن نبيلي المعلول مع الاتحاد السوري لكرة القدم هي بخصوص الكادر المعاون للكابتن نبيلي المعلول واضح أن الكادر المعاون هيكون مختلف جدا جدا واحتمال يكون مختلط رقم اثنين العائق اللي كان واجف أمام الكابتن نبيلي المعلول من تدريب المنتخب السوري واللي دلوقت أصبح غير موجود رقم ثلاثة ماذا قال نبيلي المعلول عن المنتخب السوري الأول لرجال وقال كلاما غريبا جدا جدا بالإحصائيات رقم أربعة وأخيرا يطرى إيه طموحات الكابتن نبيلي المعلول مع المنتخب السوري الأول لرجال هل يطرى عنده طموح أنه يوصل مع المنتخب السوري لكأس العالم بقاطر بإذن الله الفين اتنين وعشرين طيب تعالوا كنا نسخن مع بعض شوية وأقرأ لكم منشور نشر على حساب الأستاذ المحترم الكابتن رضوان الشيخ حسن مدير المنتخب السوري الأول لرجال سابقا أيام الكابتن فجر إبراهيم وفي ذلك المنشور وضح بعض من الأمور قال أكد الكابتن عبدالقادر كيرديغلي عضو الاتحاد السوري لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية أن المدرب التونسي معلول أبدى موافقته على تدريب المنتخب السوري بعدما تم وبشكل سري الاجتماع معه وقال الكيرديغلي أمس لوكالة فرانس بريس بعد مفاوضات هاتفية قام الكابتن نبيل معلول بزيارة دمشق على الخطوط العربية السورية لأربع وعشرين ساعة وأبدى رغبته وموافقته على تدريب منتخب سوريا وتخليص أمور التعاقد وفورا نشرت وكالة بيئن سبورتس الإعلامية نبيل معلول يخرج عن صمته في مسألة تدريبه لمنتخب سوريا وهنا بجاء تعالوا نجاوب مع بعض على الأربع أسئلة المهمة جدا واللي جاوب عنهم الكابتن نبيل معلول في لقاءه السري بكرر السري مع أعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم أولا الكادر الفني المعاون للكابتن نبيل المعلول يا طارق الكادر الفني هيكون إيه طبيعته الكابتن نبيل معلول أصر أصر وأنا بقول لمرة التالتة أصر أن يكون الكادر المعاون ثلاث لعيبة من عنده هو من ناحيته هو وتلاث لعيبة من ناحية الاتحاد السوري لكرة القدم واضح أن الكابتن نبيل المعلول عنده أسماء معينة عينه عليها ممكن تكون الأسماء دي من قطر وارد لأنه طبعا آخر خبراته كانت مع نادي السد القطري ممكن تكون تلك الأسماء من داخل سوريا وارد جدا جدا ممكن يكون من بين تلك الأسماء الكابتن ردوان الشيخ حسن باعتبار الصورة اللي أمامكم دلوقتي فيها لقاء ما بين الكابتن نبيل المعلول والكابتن ردوان الشيخ حسن على مائلة الأكل وعلى مائلة الطعام بكل تأكيد وطبعا أنتوا عارفين أن الكابتن ردوان الشيخ حسن مستقر في قطر وعنده ابن اسمه خالد ردوان الشيخ حسن بالمناسبة خالد ردوان الشيخ حسن هو لاعب يحمل في الأساس الجنسية القطرية ولكن هو لاعب من أصول سورية وممكن برضو يكون الثلاث مدربين اللي من ناحية الكابتن نبيل المعلول من تونس من الدولة اللي هو اصلا نشأ فيها ودوارد جدا جدا وممكن ايضا يكونوا الثلاث المعاونين لنبيل المعلول من ناحيته هم اخر ثلاثة كانوا معاه في نادي السد القطري عايز اقول لكم ان الاحتمالات كتيرة جدا جدا في الامر ده ولكن الاساس في الموضوع ثلاثة من ناحية الاتحاد السوري لكرة القدم وتلاتة من ناحية الكابتن نبيل معلول تعالوا باجا نتكلم عن العائق الوحيد اللي كان امام الكابتن نبيل معلول لتدريب المنتخب السوري ونشر الكابتن نبيل معلول رسميا وقال شروطي المادية ليست تعجيزية هناك فارق طفيف بين ما اطلبه وما عرضه الاتحاد السوري عليه ان شاء الله الامور تسير في الطريق الصحيح وايضا الكابتن عبدالقادر كردغلي نشر وقال نحن ومعلول على توافق كبير الشق المادي هو العائق الوحيد مشيرا الى ان ملف مدرب منتخب سوريا سيغلق خلال ايام وفورا لشرت وكالة بين سبورتس حصري ثلاثة ايام تحسن مسألة تدريب نبيل معلول لمنتخب سوريا طيب ما تصور الكابتن نبيل معلول عن المنتخب السوري هل يطر عنده تصور ولا هو داخل في الموضوع كده بشكل عشوائي وطبعا انا اشك ان الكابتن نبيل معلول يكون داخل بشكل عشوائي وفي خلال الاجتماع مع الكابتن عبدالقادر كرديغلي والكابتن رضوان الشيخ حسن كان له تصريح حام جدا جدا نقلته لكم لدي صورة كاملة عن منتخب سوريا وواضحة لدي جميع المباريات املك الاحصائيات الكاملة واضح جدا جدا ان الكابتن نبيل معلول عنده سياسة معينة وعنده وجهة نظر معينة لن يقبل ان يتخلى عن تلك وجهة النظر واضح ان هو عنده احصائيات للعبين سواء لعيب المنتخب السوري الاول للرجال او المنتخب السوري الاولمبي واعتقد ان باذن الله ان شاء الله تولي الكابتن نبيل معلول لتدريب المنتخب السوري هيكون ان شاء الله باذن الله بداية لكل خير إيه ده يعني ممكن نلاجي مفاجآت؟ ممكن ممكن تلاجي مفاجآت ممكن تلاجي لعيبة من الأولمبي ممكن تلاجي لعيبة إحنا مسمعناش عنهم أصلا ولكنهم موجودين ممكن تلاجي لعيبة محلية تانية ممكن تلاجي لعيبة شباب جدا جدا أعمارهم صغيرة ممكن تلاجي لعيبة محترفين في الخارج خليل إلياس محمود داود ولو إن الأمر ده طبعا صعب جدا جدا ولكن الكابتن نبيل معلول واضح إنه هو عنده تصور خاص به هو الوحدي وعندما سئل الكابت النبي المعلول في الاجتماع السري على طموحاته مع المنتخب السوري هل هو يطمح أن يكون بعيدا مع المنتخب السوري ويذهب بعيدا لكأس العالم ولكأس أسية وكذا وكان رده قويا جدا جدا وطويلا جدا جدا وقال إذا كان منتخب سوريا غير قادر على الذهاب بعيدا في التصفيات لن أكن لأقبل بالدخول في مفاوضات لتدريبه ذهبت مع تونس إلى كأس العالم ولا يمكنني أن أفكر بتجربة إذا لما أكن أعرف أنها قادرة على النجاح باعتذر لو في صياغة مش دقيقة ولكن دي التصريحات من لسان الكابت النبي المعلول وقال أيضا الكابت النبي المعلول أمر هام جدا تفهمنا بشأن الكادر وجميع التفاصيل هناك توافق كبير كان استقبالهم ملفتا وأنا أقدر ذلك بكل تأكيد هناك بعض الأمور التي ما زالت قيد الدراسة إن شاء الله بإذن الله أتمنى كل التوفيق للمنتخب السوري أتمنى كل التوفيق للكابت النبي المعلول أنا معجب جدا جدا بالتروي اللي عند الكابت النبي المعلول وأنه هو مش متسرع في قبول عقد المنتخب السوري الحمد لله أصبح الشرط المادي مش عائق وهو صرح بدا داخل الاجتماع السري وإن شاء الله بإذن الله أتوقع لو تولى الكابت النبي المعلول إن شاء الله يكون المنتخب السوري مختلف تماما بإذن الله ونذهب معكم إلى الفقرة التي أحبها جدا جدا وهي فقرة الرد على تعليقاتكم والتعليق الأول من The Red Sniper أحبك يا أسطورة العرب يعني ما في مدرب سوري أخي الغالي وبشكل نهائي ليس هناك مدربا سوريا للمنتخب السوري الأول لرجال في الفترة المقبلة على أقل تقدير السيد حاتم الغايب وعد ووفى بوعده إما مدرب عربي نبيل المعلول وإما مدرب أجنبي وعلى الأغلب خلاص الكلام دلوقتي عن الكابت النبي المعلول أصبح وشيك جدا جدا تلت أيام ويتحسم الأمر وتعليق سلبي من حساب يحمل اسم بلال النصيرات متحمس جدا شايفك ها 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 لن يدرب منتخب سوريا سوى مدرب سوري ما نعرف كلنا ها 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 وأنا جاي نبيل المعلول أو غيره ما راح يطول لأسباب رياضية نعلمها كلنا كسوريين تحياتنا إلك أخونا أخي الغالي الفيديو بتاع النهاردة هو رد بسيط عليك أخي الغالي أنا لا أحب أبدا أن تكون متشائما لهذه الدرجة تفاء الخير إن شاء الله بإذن الله الأيام المقبلة بإذن الله إن شاء الله سوف يتم الإعلان عن الكابت النبي المعلول وبإذن الله إن شاء الله سترى منتخب سوري قوي جدا جدا ومختلف في الأيام المقبلة بإذن الله وتعليق آخر من حسابي يحمل اسم أحمد زكهي بتمنى تعملنا فيديو عن حال الملاعب السورية في الوقت الحالي وهل عم يشتغلوا على إصلاح الملاعب ولا مطنشين الموضوع وشكرا على جهودك وتعبك أخي الغالي العمل على الملاعب السورية أمر مهم جدا جدا الكابت النبي المعلول لما يتولى تدريب المنتخب السوري بإذن الله يعني أنت طبعا تحتاج ملعب التدريبات على الأغلب بتتم في ملعب الفيحاء بدمشق يعني وبناء عليه ملف الملاعب ملفه مهم وبإذن الله قريبا هنعمل فيديو ولكن الأمر طبعا أنت عارف أنه هيحتاج لتمويل كبير جدا جدا ولكن تفاء الخير وإن شاء الله بإذن الله خطوات بسيطة وقليلة ومتتابعة بإذن الله هتعمل إنجاز كبير بإذن الله في الكرة السورية وتعليق غريب من حساب آخر يحمل اسم بني فاكن بلانكو بعتذر عن اللفظ ده بس هو اسمه كده يعني لك خليك بمنتخبك ومشاكله كرمال الله بلا جدبة طبعا أنا بعتذر لو كلمة جدبة دي معناها مش كويس أنا بعتذر جدا أنا آسف والله أنا معرفش معنى الكلمة ياريت تجولي في التعليقات يعني إيه جدبة أعتقد أن هي معناها مثلا بلا كلام ملوش لازمة يعني مش عارف والله أخي الغالي أنا أختلف معك تماما جدا 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 أنا مش عارف إيه المنطق بتاع اعتراض بعض الناس على متابعة حد لمنتخب بلد غير بلده يا عم الناس كلها بتتابع الدوري الأسباني الناس كلها بتتابع الدوري البرازيلي بيتابعوا الدوري الإنجليزي بيتابعوا الدوري الإيطالي إيه المانع إن إحنا نتابع الدوري السوري أو الدوري السعودي يا أخي ده أنا تعرفت على الدوري السعودي من خلال عمر السومة يعني فأنا مستغربك بصراحة وتعليق آخر من حساب يحمل اسم محمد الجاسم السلام عليكم إذا كان مدرب عربي أو أجنبي هل يتغير خطط اللعب أخي الغالي بكل تأكيد المدرب السوري الوطني ليه تفكير المدرب العربي ليه تفكير آخر المدرب الأجنبي ليه تفكير ثالث مختلف عنهم ولكن عشان أكون صدق معاك الأمر كله بيخضع لعامل مهم جدا جدا وهو مقدار الحرية اللي هياخدها أي مدرب من الثلاث المدرب السوري للأسف ما بياخدش حريته كاملة أكيد بكل تأكيد والمدرب المصري مع منتخب مصر ما بياخدش حريته كاملة باستثناء الكابتن حسن شحاتة عشان أكون صدق معاكم كان واخد حريته أما المدرب الأجنبي طبعا أنت ما بتعرفش تفرض علي قيد ولو فرضت علي قيد بيكون مالوش أي لازمة زي بيرندشتانجة الكابتن نبيل معلول أعتقد بنظارته كده اللي قدامكم في الصورة دي صعب أن يتم فرض وجهة نظر معين عليه فبكل تأكيد ستتغير خطة اللعب ونأمل أن تكون للأفضل وتعليق سلبي آخر من فادي كرم ليش فرحان هيك رح كسل عالم علينا مش فاهمك بصراحة يعني هو لو كسل عالم رح علينا أنا هفرح ليه وإن لي يفرح في أن كسل عالم رح علينا يعني أنا مش جادر أفهم فهموني يا جماعة وجوليلي في التعليقات أنا مش فاهم بصراحة التعليق ده وتعليق أخير سلبي أيضا مش جوي جوي يعني بصراحة هو سلبي شوية يعني التعليق من شادي حسن له مني كل التقدير والإحترام حضرتك بتتكلم عن السومة والصالح أخي السومة ليس بالمستوى المطلوب البركات بالمنتخب الأولمبي أشد منه وعندك علش لعب المنتخب الأولمبي كلهم عمالقة السومة ولا زمنه وشكرا أخي الغالي أختلف معك كليا ولك مني كل التقدير والإحترام أخي الغالي عمر السومة وأحمد الصالح دول من أعمدة المنتخب السوري الأول للرجال أنت بتتكلم عن المنتخب الأولمبي فعلا لعيبة المنتخب الأولمبي أعلى من الناحية البدنية أعلى من ناحية اللياقة أعلى من ناحية المرونة أعلى من ناحية السرعة ولكن خد بالك من أمر مهم جدا جدا وهو أن لعيبة المنتخب الأولمبي ما عندهمش خبرة تخليهم يلعبوا مباريات دولية مع المنتخب السوري الأول للرجال لازم يتم الدفع باللعبين دول تدريجيا في مباريات غير مهمة أو في مباريات أقل أهمية أو ودية عشان ناخد بأيديهم ويقدروا يلعبوا بعد كده مع المنتخب السوري الأول للرجال بقوة ولكن عبد الرحمن بركات لياقة أعلى ولكن عمر السومة أكثر خبرة ولا إيه رأيكم؟ في نهاية الفيديو أشكركم جدا جدا على حسن المتابعة وياريت لو سمحتم لو تكرمتم تسيبوا لي رأيكم أسفل الفيديو في صندوق التعليقات يا ترى إيه وجهة نظركم في حلقة النهاردة؟ هل أنا كنت موفق النهاردة في العرض؟ ولا كان عندي مشاكل أو أمور معينة؟ وعلى فكرة بالمناسبة أنا بقبل النقد جدا 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته